مع لقاء جديد من برنامجكم محنة عالم ومع محنة إمام المغرب في زمانه الإمام سحنون التنوخي فمن هو وما هي محنته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أما عن اسمه فهو الإمام الزاهد الورع القاضي أبو سعيد سحنون ابن سعيد ابن حبيب التنوخي وسحنون هو لقب له واسمه عبد السلام وسمي بذلك اللقب باسم طائر حديد لحدته في المسائل وقد ولد هذا الإمام سنة ستين ومئة للهجرة في بلدة القيروان في إفريقيا وأخذ العلم عن كبار علمائها منهم أبو خارجة وبهلول وعلي بن زياد وابن أبي حسان وابن غانم وابن أبي كريمة وأخوه حبيب ثم رحل بعد ذلك في طلب العلم إلى مصر والحجاز فأخذ عن كبار العلماء سمع من ابن القاسم وعبد الله بن الحكم وشعيب بن الليس وسفيان بن عيينة ووكيعا وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم أدرك علما غزيرا حفظ من السنة الشيء الكثير وتبحر في فقه الإمام مالك حتى صار إمام أهل المغرب في زمانه وكان حافظا ثقة وكان رقيق القلب غزير الدمعة غزير الدمعة وظاهر الخشوع كان متواضعا زاهدا في الدنيا كريم الأخلاق حسن الأدب شديدا على أهل البدع لا يخاف في الله لو متى لائم انتشرت إمامته في المشرق والمغرب أثنى عليه العلماء والحفاظ قال عنه عيسى بن مسكين لم يكن بين مالك وسحنون أفقه من سحنون فلقد انتهيت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول به وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيران بها وحصل له من الأصحاب ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك وعنه انتشر علم مالك في المغرب وقال الإمام أبو علي البصري سحنون فقيه أهل زمانه وشيخ عصره وعالم وقته ولي سحنون قضاء إفريقيا سنة أربع وثلاثين ومئتين وسنه آنذاك أربع وسبعون سنة فلم يزل قاضيا إلى أنه أما عن محنة هذا الإمام فقد ذكر القاضي عياض في ترجمته فصلا في محنته ثم قال قال غير واحد من العلماء بالأثر كان سحنون قد حضر جنازة فتقدم ابن أبي الجواد الذي كان قاضيا قبله وكان يذهب إلى رأي الكوفيين ويقول بالمخلوق أي أن القرآن مخلوق فصل عليها يعني ابن أبي الجواد فراجع سحنون ولم يصلع خلفه فبلغ ذلك الأميرة زيادة الله فأمر به أن يوجه إلى عام القيران ويضرب سحنون خمسمائة صوت ويحلق رأسه ولحيته فبلغ ذلك وزيره علي بن حميد فأمر الوزير أن يتوقف حتى دخل على الأمير وقت القائلة وقد نام فقال له ما شيء بلغني في كذا قال لا تفعل فإن العكية إنما هلك في ضربه للبهلول بن راشد فقال وهذا مثل البهلول فقال نعم وقد حبست البريدة شفقة على الأمير فشكره الأمير ولم ينفذ أمرا بينما سحنون يقرأ على الناس إذا أتاه الخبر بما أزاح الله عنه وقيل له لو ذهبت إلى علي بن حميد فشكرته قال لا أفعل قيل له لو وجهت ابنك له فأبى قيل فاكتب إليه فأبى قال ولكني أحمد الله الذي حرك علي بن حميد لهذا فهو أولى بالشكر وأقبل على إسمعه فقال له قوم من أصحابه والله كتب اسمك بالحبري أي لذلك قال ابن وضاح كنت عند سحنون فجاءه إنسان فساره بشيء فتغير لونه ثم جاءه آخر فساره فرجعت إليه نفسه ثم قال لم أبلغ من إسلام أنا بلغ يعني إنما يضرب مثل مالك وابن المسيب ولما أولي يا أحمد ابن الأغلب الإمارة وأخذ الناس بالمحنة بالقرآن وخطب به بالقيروان توجه سحنون إلى عبد الرحيم الزاهد بقصر الزياد لماذا فارا فكان عنده فوجه أي الأمير في طلبه إلى هناك رجل يقال له ابن سلطان كان يبغض سحنون بغضا شديدا اختاره في ذلك في خيل معه ووجهه ليأتي بسحنون لما وصل إلى سحنون قال له ابن سلطان وجهني الأمير إليك وقصدني فيك لبغضي فيك ثم قال له الذي عنده اجلس أو أقم معنا فشكره سحنون وقال ما كنت أعرضك لهذا أذهب معك يعني أذهب مع هذا الرجل وخرج فشيعه أصحابه فقال عبد الرحيم للرسول قل للأمير أوحشتنا من صاحبنا وأخينا في هذا الشهر وكان شهر رمضان سلبك الله ما أنت فيه وأوحشك منه وفي رواية عرضتني في ضيفي فوالله لا يعرضنك على رب العالمين فلما وصل الأمير جمع له قواده وقاضيه ابن أبي الجواد وغيره ساله عن القرآن فقال سحنون أما شيء أبديته في نفسي فلا ولكني سمعت من تعلمت منهم وأخذت عنهم كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق فقال ابن أبي الجواد كفى فاقتله ودمه في عنق قال غيره مثله ممن يرى رأيه قال بعضهم يقطع أرباعا ويشعل كل ربع بموضع في المدينة ويقال هذا جزاء من لم يقل بكذا فقال الأمير لداود بن حمزة ما تقول أن قال قتله بالسيف راحة فقال علي بن حميد وغيره يعني ربما أحد الجالسين قال قال ولكن قتل الحياة يعني نقتله قتل الحياة وما هو قتل الحياة قال نأخذ عليه الضمن وينادى عليه بصماط القيروان لا يفتى ولا يسمع أحدا ويلذم داره ففعل ذلك وأخذ عليه عشرة حملاء فقال أن ابن أبي الجواد هو الذي أمر بأخذ الحملاء عليه حتى يتبين عليه فرجع ففعل ذلك وأمر الحرس أن يأخذوا سيابا من دخل من دخل عليه ثم بعد ذلك بعد مدة من الوقت رفعت عن الإمام سحنون المحنى وعلى شأنه ثم ولي القضاء فلم يزل فيه إلى أن توفي فقد توفي هذا الإمام ورحل لثلاث خلون من شهر رجب عام أربعين ومئتين للهجرة هذه باختصار محنة الإمام سحنون التنوخي تنوخي